نبدأ درسنا اليوم بهاي الصورة إذا بتطلعوا على هاي الصورة بتلاقوا هيك في مثل قباب صح؟ طيب هنالنا نسأل هذا السؤال ماذا تعرف عن مشروع إيدن؟ اللي هو مشروع عدن طيب خالد حمود مفتوح عندك المايك شو بتعرف عن هذا المشروع؟ بتعرف عنه شي؟ يعني بيوت بلاستيكي بعرفه بس هي صح بيوت بلاستيكي شو في جواتها؟ يعني النباتات بتعمل صقيع أو شي هي صح بي عم بتوفرنا ظروف خلينا نقول خاصة لهذور النباتات طيب محمود نوري شو رأيك؟ أنسي في أنواع النباتات فريدة بقلب هذه الجوة صح أنواع فريدة وغريبة أحسن طيب عبد القادر عبد العليم؟ what do you know about the Aiden Project؟ يا عبد القادر شو بتعرف عن مشروع The Aiden Project؟ عن مشروع عدن؟ هل بتعرف أي معلومة عنه؟ بيوفر الحرارة المناسبة للنباتات داخله رائع حرارة المناسبة ممتاز بيعملوا هندسة مياه يعني بحيث أنه يوفروا الكمية المحدودة المناسبة للنباتات الداخلة بيوت البلاستيكي صح؟ يعني نظام سيقاية أصدق أحسنت طيب محمود نوري شفتك فتحت المايك هل في عندك أي إضافة؟ شكرا لأ لكم أجربتكم جميعا صحيحة حلونا نبدأ الآن بشكل تفصيلي A whole planet under glass يعني كوكب ماذا؟ كوكب كامل تحت الزجاج كوكب بلانت كوكب A whole يعني كامل تمام؟ Under glass يعني تحت الزجاج تمام؟ طبعا هذا الدرس موجود عندكم بكتابكم Students Book page 40 كتابكم كتاب الطالب بصفحة 40 What will we learn in today's lesson؟ شو رح نتعلم نحن بدرسنا اليوم One to recognize the new words in the text يعني نحن اليوم رح نوضح الكلمات الجديدة الموجودة عندكم في النص أيضا to define the ideas of the text by reading and explaining رح نحدد الأفكار الرئيسية في هذا الدرس عن طريق قراءته وأيضا شرحه وto answer the exercises below the text يعني حتى نجب عن التمارين المتعلقة في هذا النص طيب نبدأ بالkeywords أهم الكلمات المفتاحية اللي معانا في هذا الدرس معنا كلمة Eden هلا Eden معناها عدن تمام؟ طب هل في إلى هاي معنى؟ هذا اسم ما قاله يعني معنى محدد تمام؟ هذا اسم مثل مثلا اه اه اي اسم مثلا the great school مثلا تمام؟ اسم اسم المشروع the Eden project مشروع عدن تمام؟ طيب ايضا في عنا كلمة project project معناها ايش؟ مشروع يعني مثلا الطلاب اللي بنكونوا عم يعاملين هيك group يعني مجموعة من الطلاب بنقول لهم انتو بتكون تعملوا مشروع تقدمون لياه بآخر السنة تمام؟ تكونوا ايش عام يعملوا عم يشتغلوا على project تمام؟ إذا هذا اسمه project هاي كلمة حتتكرر معاكن لقدام لبعدين انت بكون عم بتجهز project بتقدموا بعد بشهر لناس تمام؟ بتعرض علي بتعرض علي your own project يعني مشروعك الخاص تمام؟ طيب ايضا عنا كلمة plants plants معناها النباتات عنا ايضا كلمة شو biomes biomes معناها شو المناطق الحيوية مناطق الحيوية ايضا عنا كلمة green house green house معناها شوفوا house البيت صح؟ و green أخضر طيب green house البيت الأخضر بيعني البيوت البلاستيكية او هدول بيوت الزجاجية تمام؟ قالوا بيت لانه فيه بيجوات وخضار فاليذلك سموه بي البيوت البلاستيكية اخر جي عنا شو visitors هنين الزوار الزوار إذن visitors هنين الزوار come every year to see plants from all over the world growing in this special environment some plants grow outside but many are in specially built domes called biomes where the temperature and humidity are carefully controlled the biomes are like giant greenhouses and one the humid tropics biome is the largest greenhouse in the world it's over 55 meter high and 200 meter long and contains many thousands of exotic plants not found in England one of the purposes of the project is to show how dependent human beings are on plants and to educate people in the importance of preserving our natural environment aside from the plant life the Eden project has fascinating interactive exhibits for people of all ages many of the visitors are groups of school children and the Eden project combines educational value with scientific interests and a huge variety of spectacular plant life the Eden project which opened in the year 2000 يعني في عام 2000 is it is a living plant museum in the countryside يعني هو عبارة عن مطحف نباتي حي تمام وين في الريف countryside is a museum حطوا معاي خط museum مطحف plant نبات نباتي يعني مطحف نباتي living حي تمام بدياكم تفرقوا بين كلمة plant وكلمة planet شوفوا يا جماعة planet معناها ايش معناها كوكب planet كوكب اما كلمة plant لحالة بدون هذا حرف ال i لي هون معناها ايش معناها نبات تمام ثلاث خربتوا بين هاتن تمام اذن in the countryside اذن في الريف اذن شو معناها كلمة countryside countryside معناها الريف طيب نكمل in the south west of england england ما رأت معنا من قبل هي انجلترا صح طيب countryside in the south west of england يعني في جنوب غرب انجلترا تمام اذن في جنوب غرب ماذا انجلترا طيب نكمل it's a very popular attraction it's a very popular attraction يعني هي عبارة عن منطقة جذب ماذا شهيرة تمام اذن attraction يعني هي جذابة popular يعني شهيرة وممكن تجيب معنى انه شعبية يعني الناس كتير بيحبوها مشهورة تمام and millions وملايين of visitors ملايين الزوار come every year وملايين الزوار في كل عام يأتونا لماذا حطونا هون خط هدمهم السؤال to see plants حتى يروا النباتات from all over the world من جميع أنحاء العالم اذن هن يأتونا from where من وين بيجوا من جميع أنحاء العالم طيب why لماذا to see plants تمام طيب نكمل هون growing in this special environment يعني كي يروا هذا النباتات او حتى يروا هذه النباتات وهي تنمو في هذه البيئة الخاصة تمام growing قلنا تنمو environment بيئة و special خاصة نكمل some plants grow outside but many are in specially built domes يعني some plants بعض النباتات grow outside تنمو خارجا صح يعني ما بتحتاج إلى بيئة خاصة عادي بالخارج بتنمو but many are in specially built domes ولكن العديد منها مني العديد تمام العديد منها في قباب مبنية شو خصيصا شايفين كيف many are in specially built يعني مبنية بشكل خاص domes هاي قباب معناها domes معناها ايش قباب اذا قباب مبنية بشكل خاص cold تسمى بماذا تسمى biomes هاي الbiomes شو معناها معناها المناطق الحيوية تمام اذا domes كلمة domes شو معناها كلمة domes كلمة dom معناها ايش قبة تمام هاي قبل شوية تلكم عندنا ما بتجي معناها شعبي او مشهور اذا dom لحالة معناها قبة طيب domes معناها ايش قباب تمام طيب نكمل where the temperature and humidity are carefully controlled يعني مكان ما بتم التحكم بماذا temperature اللي هو درجة الحرارة طيب هاي هاي humidity هو درجة الرطوبة are carefully controlled يعني يتم التحكم بها كيف بعناية controlled ايضا مرأت معنا من زمنات قطلكن جهاز التحكم اللي عطيني control جهاز التحكم تمام اذا controlled جهاز التحكم carefully بعناية تمام اذا حيث يتم التحكم بماذا حطوا واحد درجة الحرارة اثنين اللطوبة تمام بعناية طيب the biomes the biomes اللي هو هاي المناطق الحيوية are like giant greenhouses يعني هذول المناطق الحيوية are like ايش يعني like هو like ما دخل بانه حطوا له like اعجاب لا like هاي معناها ايش يشبه تمام like المناطق الحيوية are like مثل مثل ماذا مثل البيوت هاي البلاستيكية او الزجاجية العملاقة giant معناها ايش العملاقة يعني مو بس big big كبير هاي giant يعني ايش عملاقة تمام and one وواحدة منها اللي هو شو كاما فاصلة بديقول شو هالواحدة منها شو اسمها the humid tropics biome يعني هي هذا اسمها المنطقة الحيوية المدارية الرطبة شوفوا المنطقة الحيوية biome طيب tropics اللي هي شو المدارية طيب humed هي الرطبة اصلا جاي من هون من humidity تمام اذا ما شو جاي من humidity اللي هي الرطوبة اذا منعيد المنطقة الحيوية المدارية الرطبة is تكون the largest green house in the world تكون ايش اكبر بيت بلاستيكي في العالم the largest اكبر ايش بيت بلاستيكي في العالم انا اوقات بلكم بلاستيكي اوقات بلكم زجاجي no problem صح ما في المشكلة يعني نفس المعنى تمام طيب خلينا نشوف الآن مع بعض هدول المعاني ما رأوا معانا اذا شو humidity وايضا giant green houses تعالوا نشوف معانيهم اذا humidity قلنا شو معناها معناها الرطوبة وايضا عنا كلمة giant giant معناها ضخم طيب greenhouse معناها ايش البيت البلاستيكي تمام يلا نرجع طيب it is حطونا دوارة على هذا ال it عندكم بالكتاب it is over 55 meter high and 200 meter long and contains many thousands of exotic plants not found in England يعني يبلغ ارتفاع تمام هاي المنطقة الحيوية المدارية هي هاي the humid tropics biome it تمام هاي المنطقة بيبلغ ارتفاع اكثر من 55 متر تمام وايضا الطول في يعني هاي كلمة high يحطونا نقطة تحت حرف g لانه هذا g ما بيلتفز تمام اذا هذا g ما بيلتفز فالارتفاع اكثر من 55 متر والطول long long معناها طول اكثر من 200 طيب add contains وتحتوي على العديد money العديد تمام thousands العديد او خلينا نقول عدة عدة آلاف thousands معناها ايش آلاف of exotic عدة آلاف من exotic plants plants نباتات طب exotic معناها ايش الغريبة not found in England اذا تحتوي على عدة آلاف من النباتات الغريبة غير الموجودة وين في انجلترا not found غير موجودة في انجلترا تمام انا ما عم حب ترجمكم الجملة هيك من الاول الاخير لانه حسيت انه في بعض الطلب اللي عم ترجم الجمال الماء بيعرفوا هاي كلمة وين هاي كلمة وين لذلك عم حاول ترجم لكم هيك حبة حبة طيب مرأة معنا الان كلمة exotic صح تعالوا نشوف شو معناها هاي exotic exotic معناها غريب تمام اذا exotic plants يعني ايش نباتات غريبة تمام مثل ما قالنا قبل شوي عبدالقادر يمكن زميد صح تمام قالنا انه عبدالقادر انه في نباتات غريبة ما بتعيش وين الا ببيئة خاصة طيب تعالوا نشوف الفقرة الاخيرة one of the purposes يعني شو يعني واحدة من الاهداف واحدة من الاهداف هذا الهدف كيف بيتمثل بيتمثل بانه of the project is to show اذا واحد من الاهداف بيتمثل بشو بإظهار to show 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 يعني اظهار تمام to show how dependent لإظهار مدى اعتماد البشر depend تتذكرون امرأة الفصل الاول depend on يعتمد على ميم تذكرها اذا يعتمدون شو الكائنات البشرية على شو بتعتمد على النباتات are on plants اذا بيعتمدوا على شو النباتات اصلا dependent دائما بديجي وراها on تمام يعتمد على اذا انا باتات and to educate people وايضا لتعليم الناس او لتثقيف الناس on بماذا on the importance of preserving our natural environment يعني تثقيف الناس بأهمية الحفاظ تمام importance اهمية او ضرورة يعني preserving الحفاظ على ماذا على بيئتنا الطبيعية مين متذكر عنا هون our نحن بيئتنا الطبيعية ن our تمام تمام fascinating يعني بيحتوي مشروع على على ماذا على معارض تفاعلية رائعة exhibits هاي معناها ايش معارض طيب تفاعلية رائعة تمام interactive هاي تفاعلية fascinating هاي ايش رائعة تمام for طب لمن هاي المعارض قال للناس of all ages يعني للناس من جميع الاعمار تمام many of the visitors العديد من الزوار are groups هي ماذا هي العديد من الزوار هم مجموعات groups of school children من طلاب المدارس تمام and the Aiden project ومشروع عدن combines educational value يعني مشروع عدن بيجمع combines معناها ها شو معناها يجمع ورجيكن إياها combine معناها ايش بيجمع أو بيربط هناك في حرف الاس لأن present simple لأن المدارع بسيط تمام إذن combine إذن هو مشروع عدن بيجمع بين educational value يعني بالقيمة التعليمية with مع مع ماذا بيجمع مع scientific interest يعني مع الاهتمام العلمي تمام and a huge variety of spectacular plant life يعني وأيضا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحياة النباتية الرائعة نرى على الترجمة هون تجمع تمام يجمع combines educational value يعني القيمة التعليمية تمام طيب with مع الاهتمام العلمي and a huge variety يعني مجموعة متنوعة تمام huge مجموعة كبيرة variety متنوعة ماذا من الحياة النباتية الرائعة تمام إذن من الحياة النباتية الرائعة عندنا كلمة spectacular تجي بمعنى مذهل أو ممتع إذن حياة نباتية ماذا مذهلة ممتعة رائعة ورائعة جدا تمام طيب نحن هون نكون خلصنا من شرح النص بشكل تفصيلي جدا خلينا نشوف الآن السؤال التقييمي يريد تشوف السؤال ويلي بيعرف جوابه الكلمة اللي هي إت إلى من تعود تمام تعالوا شوف أنا عندي إياها بالسطر الخامس أنا بالنسبة لشرائحي أنتو عندكم إياها بشكل مختلف شوفوا هون هي بالفقرة التانية تمام عندنا هون بالسطر الخامس إت إز بشكل بشكل كامل إذاً إذاً نقول جواب بشكل كامل إذاً جواب بشكل كامل أحسنت موسيقى